هنفتح برنامج الوبي بريمير على افتراض ان انت حملت البرنامج وعملت له setup ولو ما كنتش عملت كده فضروري انك تشغل البرنامج الاول واتتابع معي يعني اعمل له setup وشغل البرنامج اول ما بتفتح البرنامج بتزهر لك الويندو ديت لو انت عندك project قبل كده هتلاقيها ظاهرة هنا انا شغال على الوبي بريمير سي سي 2017 version 11 لو انت شغال على نسخة احدث فمش هتفرق كتير او نسخة اقدم فاختلافات طفيفة جدا يعني اوكي هنضغط على new project هتظهر لك الويندو دي تاني فهتظهر لك هنا name عايز تكتب اسم المشروع بتاعك فانا اكتبه countryside يعني بمعنى صح اضغط اوكي احاول قدر ان كان اخلي الموضوع ده مختصر لابعث حد ويعني البرنامج يمكن زي ما وضحت قبل كده اني كل حاجة لها اكتر من طريقة فاحنا يعني هنروح لاسهل طريقة ومش هنقطر في الخيارات يعني بحيث ان انت يبقى عندك خيار واحد بس وما تهشي في الشورت كاتس والكلام ده كله اوكي اول ما بتفتح البرنامج بيظهر لك بالشكل المخيف شوية ده يعني ما تتخضش بالعكس بعد شوية هتتعود على الشكل ده وهتحبه يعني والشيء بش يذكر البرنامج شكله اسود او غامق علشان انت لما بتعمل edit بتعود وقت طويل باصص للشاشة فعلشان عينك متوجعكش او عينك مترهكش يعني جميل هتلاقي ان في كذا ويندو او في كذا جزء البرنامج بتقسم له يعني ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ولو لاحظت كل ما بضغط على جزء بتلاقي بيحوط لك الجزء ده بمستطيل ازرق طبعا يختلف اللون لو انت في version ايمان بس سيان بيقول لك ان انت دلوقتي او ان البوكس ده او الويندو ده هي الاكتف او المفعلة او الناشطة جميل طيب اول ما بنفتح البرنامج نسأل نفسنا سؤال احنا عايزين نعمل ايه عايزين نجيب الفيديو نحطه جوه البرنامج فمنطقي جدا هتلاقي عندك هنا على الشمال import media to start بيقول لك import يعني hat media الفيديو بتاعك علشان نبدأ ف double click double click وبعدين هيقول لك يعني هتروح بقى على الكمبيوتر بتاعك تتصفح الكمبيوتر علشان تفتح اي فيديو او اي ملف او اي ملف صوتي او اي صورة او اي حاجة البرنامج بيقبلها علشان تقدر تبدأ البروجيكت بتاعك فمثلا هبدأ بالفايل ده طبعا انت ممكن تستخدم اكتر من فايل او ممكن تعمل import لعدد لا نهائي من الفايلز جوه premier فهتلاقي بيظهر عندك بالشكل ده ممكن يكون بيظهر عندك بالشكل ده اوكي ممكن تغيره من هنا او هنا تغير الشكل يعني بشيء اسكر كويس جدا طيب انت دلوقتي عملت import للفيديو بس برضو لسه يعني مش قادر تعمله edit او قادر تعمله منتاج فبتقوم ساحب وسايب هنا يقول لك drop media here to create sequence اوكي اوبا كده جميل جدا احنا كده بدأنا الشغل الجد هتلاقي ان هو عملك sequence مش مهم لو انت مش عارف يعني ايه sequence بس هو حاجة زي project كده يعني وتلاقي ان الفيديو ظهر عندك هنا وظهر لك timeline ده timeline او الخط الزمني اللي انت بتتعامل معاه بتقطع وتشيل وتحطه الكلام ده كله كل الكلام ده بيحصل في المنطقة دي اوكي ودية ال play head او رأس التشغيل ديت اللي بتشغلك الفيديو بمعنى اصح يعني طب انا لو عايز اتفرج على الفيديو هتلاقي في علامة play هنا معروفة جدا تضغط عليها هتلاقي ان الفيديو اشتغل تضغط عليها تلاقي الفيديو وايه اوكي يعني مش هنحاول نروح لكل حاجة ونشرح كل حاجة لا هنحاول بس نركز على اللي هيفيدنا بس اوكي فطيب تمام جميل جدا دلوقتي طيب انا دلوقتي وانا بتتعامل مع البرنامج بشكل كده ما لقيتني امتعامل ساحب حاجة كده وبواصت الدنيا ولقيت الدنيا كلها بازت خالص وانا مش فاهم اي حاجة الحل بسيط جدا بتروح لويندو workspace reset to saved layout هتلاقي رجعلك كل حاجة زي ما كانت بالشكل ده جميل طيب برضو الشيء بشي اذكر ان عندك البانلز ديات flexible او مرنة ممكن تضغط كده وتسحب تكبر ديات او تصغرها كذلك هنا تضغط وتسحب تكبر ديات او تصغرها وكل واحدة من البانلز ديات فيها كام تاب كده طيب انا نفترض ان انا فتحت البرنامج ملقتش import media to start هتروح على اخر واحدة على الشمال هتلاقي البروجيكت بتاعك ولو لاحظت برضو هتلاقي مسلسين هنا معناهم ان اللسه في حاجات مستخبية لو عايزت تظهرها بتقوم ساحب كده تلاها ظهر عندك اوكي اوكي جميل جدا طيب عرفنا ان البانلز ديات flexible وان انت لو بهدلت الدنيا او الدنيا بازل تروح لويندو workspace reset to save the layout هتلاقي بيرجعلك للشكل الاساسي بتاعنا الفيديو بتاعنا بنقدر نشغاله كده وبنقدر نقف او ممكن نستخدم المصطرة زي اي فيديو بلاير عندك على الكمبيوتر شمال ال timeline هتلاقي tools بتاعتك احنا مش هنستخدم الا tool eraser tool دي ليه عاملة زي الموس طب احنا بنستخدم الموس لايه علشان نقطع كذلك هنا احنا بنستخدم الموس علشان نقطع فكل اللي انت بتحتاج تعمله تحدد المكان اللي انت هعايز تقطع فيه يعني مثلا انا عايز ابدأ اقطع من هنا جميل فبقوم رايح على اداة الموس وبعدين هتلاقي شكلات غير هو بعدين بروح اقف عند الحتة اللي البلاي هيد واقفة فيها طيب ازاي تأكد انها مش يمين شوية او الشمال شوية ساعة ما بتيجي تقف هنا بتلاقي ان في يعني حاجة بنية حاجة كده ظهرت هنا شفت الحتة اللي بتظهر ركز هنا في الحتة دي كده ظهرت بتضغط يوم قطع لك وبعدين بتروح للسليكشن تول يعني كل اللي احنا نستخدمه الاداة الاولانية والموس جميل دلوقتي انت بقى عندك فيديوهين ادي جزء وادي جزء انت دلوقتي اطعته بمعنى صح يعني ادي جزء وادي جزء طب عايز اتخلص من الجزء الاولاني ده انا مش عايزه بضغط عليه واضغط دليت كويس اتمسح طب انا عايز ابدأ الفيديو من الصفر بقوم جايب كده وسحب بس دلوقتي انت قطعت جزء من الفيديو او عملت منتاج للفيديو بس يا دي كل القصة انك بتقطع وتحذف انت دلوقتي تقدر تعمل منتاج لأي فيديو على الاطلاق بالطريقة ديت الموضوع بسط جدا مجرد انك بتقطع وتحذف الشيء اللي انت مش عايزه تمام طب ان افترض ان انا عايز اشيل حتة من النص هنروح لاداة الموس بعدين بضغط عند نقطة البداية وبعدين مثلا عايز اقطع هنا برضو عند نقطة النهاية لو لاحظت ان دلوقتي بقى عندي رحنا لاداة سيليكشن تول طبعا بقى عندي واحد اتنين تلاتة تلات فيديوهات انا عايز اشيل اللي في النص ده بكل بساطة بضغط عليه واعمل له دليت وبعدين اقوم ضغط وساحب ده لنهاية الفيديو اللي قبله فهتلاقيه اتمسح معانا اوكي طبعا صوت الحمر ظهر في الفيديو لو لو عايز ارجع بقى يعني انا غيرت رأيي مش عايز احزف الحتة ديت كنترول زد كمان مرة كنترول زد كنترول زد هتلاقيه رجعلك لقبل القطعة خالص لو انت طبعا عملت مع اي برنامج قبل كده فانت عارف ان الابشن اللي بتستخدمه علشان ترجع خطوة وراه هو كنترول زد لو بسيط هنا هتلاقي الوقت بتاعك متقسم لي فريم اللي هو صورة بمعنى صح زي ما وضحنا بالكده وبعدين ثانية وبعدين دقيقة وبعدين ساعة كل ما بتتحرك بتزداد عدد الفريمات وبتتحرك لسواني والسواني بتحرك لده اي لو الفيديو بتاعك طويل شوية يعني طول ما انت بتتحرج التايم لاين او التايم انديكيتور ده بيغير معك حسب الوقت طيب انا عايز بقى امبورت او عايز اجيب فيديوهات كتيرة جوه البرنامج بتروح على المنطقة اللي فيها الميديا بتاعتك ودبل كليك يفتح لك مثلا انا عايز الفيديو ده وكمان الفيديو ده فبضغط كنترول وبضغط على نفس الفيديو كمان الفيديو ده وده 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 كويس جدا وبعدين بندغط اوبن هتلاقي ان الفيديوهات اتعمل لها امبورت وظهرت عندك هنا ويبقى فيه يعني كل فيديو بيبان عليه يعني محتوى الفيديو ممكن تقف عليه بالماوس كده وتتحرك كيبين لك الفيديو ده محتوى ايه جميل هناخد بقى سريعا كده الفيديو الفيديوهات دي ونحطها جنبى بعض ونحاول نقطعها ونزبطها علشان برضو ايه نتعاود على الموضوع يعني مسلا بعد الفيديو ده الفيديو ده مسلا عندي هنا كده انا عايز اقطع بس خلاص العربية عندي عدت فانا عايز اقطع بروح على الموس اضغط عليه وبعدين اروح هنا لحد ما تظهر البتاع اللي فوق ديه تخب بالك وقموا ضغط خلاص قطع كده بعدين بروح للاعلامة او اداة بعدين بضغط على الجزء اللي انا مش عايزه ايه الفيديو اللي بعد كده انا مسلا عايز الفيديو ده حطه ساعة ما بيجي هنا بتحس ان هو بمغناطيس كده بيقف مكانه بالضبط انا عايز مسلا الفيديو ده يشتغل من اول الحتة دي كده فبروح على علامة الموس وبعدين بقطع بعدين بروح على بضغط على الحتة اللي انا مش عايزها الحتة اللي هي في فيها دي انا مش عايزها وبعدين بقوا معامل بعدين بقوا ماخد الفيديو ده وساحب لحد ما يلزق في الفيديو اللي قبله فلو جيت اشغل تحس ان العربية ايه جيت طلعت من هنا تحس انها كويس جدا يعني خاصة ان الترعة عامل مشترك في الاتنين كويس طيب انا عايز الفيديو ده يتنيه شغال لحد فين مسلا لحد هنا عايز اقطع لو انت في نهاية او بداية الفيديو ممكن تروح عند النهاية وتقوم ضغط وساحب كده كويس بتحس ان انت تقول له ايه اقطع الفيديو لحد هنا او لو انت هتطلغبط بنفس الطريقة الاساسية بتاعتنا وتروح لعدات الموس ودام بتضغط هنا علامة السليكشن تول تضغط كويس جدا عندي دلوقتي فيديو هين طيب الفيديو اللي بعد كده ايه انا عايز مسلا الفيديو ده بقوم ضغط وساحب وحطه هنا يقوم لازم تمام انا عايزه مسلا يعني هو مش فارق اوي لانه ستيل فريم او مش ستيل فريم يعني المشهد ثابت فمسلا عايزه لحد هنا كويس جميل جدا طيب اللي بعده ايه ممكن طيب والنفترض ان انا قبل يعني ما بين الفيديو ده والفيديو ده عايز احط فيديو غيرت رأيي مسلا وعايز احط فيديو ابي ده بكل بساطة بتقوم ضغط وساحب ده بعيد شوية بعيد شوية كده وبعدين مسلا الفيديو ده عايزه اقوم ضغط ضغط وساحب لحد ما يلزأ هنا ويوجينا نحرك البلاي هيد عايش الحد هنا مسلا بعدين اقوم ساحب يعني عايزه انتهي الحد هنا كده بعدين ارجع ده مكانه تاني ازاي اقوم ضغط وساحب لحد ما ده يلزأ في ده فدلوقتي عندي ده المشهد الاولاني التاني التالت الرابع جميل طب وانا افترض ان انا غيرت رأيي وعايز اجيب ده ورا ده اقوم ضغط وساحب ورا كده لحد ما ازقوا بعض بعدين عايز بقى احركهم هما الاتنين لحد هنا بقوم مختارهم هما الاتنين زي ما بتختار الفايلات كده في الكمبيوتر بتاعك بتقوم ضغط وساحب كليك شمال واعدين ضغط وساحب جميل جدا وهكذا يعني بالنسبة لباقي الفيديوهات يعني هتقوم ضغط البروزيس كلها بتختصر في انك بتقوم ضغط وساحب وبعدين بتروح تتحرك مسلا بداية الفيديو بتاعك هنا بتروح لعلامة ضغط ضغط اضغط واسحب لحد ما يلزأوا ببعد كده كويس مسلا انا عايزه ينتهي هنا ممكن بال بال بالموس او ممكن اقوم ضغط من النهاية كده وساحب ينتهي لحد هنا كذلك برضو ده اجيبه كده واحطه هنا مسلا تحرك كده اوكي اه ماكنة المية مسلا جايبها كده وحاططها هنا وكذلك نفس الكلام انا مسلا نسيب الفيديو بتاع ماكنة المية ده كله فالموضوع كله بيتلخص في انك بتوعو تقطع وتشيلي الحاجات اللي انت مش عايزها طب ولنفترض مسلا ان الحتة دي انا عايز اقطع منها بس انا مش شايف اوي او مش مركز او في الحتة دي عايز اعمل لها زوم ان لو لاحظت هتلاقي فيه تحت ويضح تحت لنقطة بداية ولي نقطة نهاية لو ضغطت وبحست كده هتلاقي وسحبت صوري صحبت كده هتلاقي ان الموضوع بيكبر عندك ولو ضغطت وسحبت كده هتلاقي ان الموضوع بيعمل زوم اوت زوم ان وزوم زوم اوت. وفي والاختصار على علامة الزائد وعلامة النقص اللي هم فوق حرفين الدال والجيم عندك على زائد بيعمل زوم ونقص بيعمل زوم اوت يعني لو انت حابب بتاع الموضوع ده. اوكي? عشان برضو لو انت بتتعامل مع حاجات صغيرة شوية تقدر تشوف انت بتقطع فين باستخدام اداة او الموز ده. اوكي? كده اسهل كتير يعني انك تعرف انت هتقطع فين بالضبط. الحاجة اللي هنتعلمها بعد كده ازاي نبطق ونسرع الفيديو ازاي مسلا تخلي الفيديو يبطأ شوية او ازاي تخلي الفيديو يبقى سريح حبتين. يعني مسلا عندنا هنا الفيديو ده العربية بتتحرك بسرعة لكن اه هنا الفيديو او الحمار بتحرك ببطء شوية. فلو عايزين نسرع حركة الحمار نعمل ايه? هتقوم ضغط على الفيديو اللي انت حابب تسرعه. اوكي? كليك يمين عليه? تمام? وبعدين هتروح على سبيد ان دوريشن. اللي هي تحت ليبل. سبيد ان دوريشن. هتلاقي هنا السرعة. هو مية في المية دي سرعته. كويس? انا عايزة بطقه مثلا بنسبة خمسين في المية. اه سوري عايزة سرعه نسبة ميتين في المية. عايزة السرعة ضعف يعني. فبضغط ميتين في المية. لو لاحظت هنا هتلاقي كانت الاول اربع سواني واحداشر فريم. لو عملتها ميتين في المية هتلاقي بقت سانيتين. وسبعة فريم. اوكي? هتلاقي ان الفيديو يعني تحس ان هو انضغط كده. تمام? فلو جينا نبلاي الفيديو. هتلاقي ان الفيديو بقى اسرع او الحركة بقت اسرع. كيان الحمر بيجرب معنا صح يعني. كويس. هتلاقي ان في مسافة هنا اتكونت. ممكن نقوم مختارين الموضوع ده كله كده وبعدين نحركها. او اختصارا يعني المجهود ممكن تقوم ضاغط ضغط على المسافة ديت. هي فراغ على فكرة. بس ممكن تضغط عليه. تضغط دليت. يقوم برضو ايه? كأنك شلت المسافة ديت او شلت الفراغ ده. والفيديوهات كلها لازلت في بعضها. فلو جينا نشغل تاني. جميل. طيب لو عايزين بقى نبطق الفيديو. لو عايزين نبطق الفيديو. نفس القصة بالزبط. يعني مثلا عندنا الفيديو بتاع الغنم ده. لو عايزين نبطقه. بس خب بالك. لما تيجي تبطق الفيديو. الفيديو هيحتاج انه هو يوسع. يعني بدل ما هو مثلا speed and duration. بدل ما هو اربعتاشر سانية. لا ده هيبقى تلاتين سانية. او تمانية وعشرين سانية. فهنحتاج نديله مساحة. فالافضل لو انت هتعمل او هتبطق جزء من فيديو في النص تديله مساحته. تسحب كده الحاجات دي بعيد شوية. بعدين كليك يمين. speed and duration. بعدين مسلا عايزين نبطقه للنصف خمسين في المية. بقى تسعة وعشرين سانية وشوية. اوكي. لو جينا نشغله. هتلاقي ان الحركة بقت بطيقة جدا. طبعا زي ما قلت انت ممكن تكبر وتصغر اي ويندو زي ما انت حاب. كويس. انا ما ما برجحش انك تبطق فيديو متصور اربعة وعشرين في الثانية. ليه بقى? عشان الحركة بتبقى مش لذيذة. مش لذيذة وبتبقى يعني تحس انها مش حلوة خالص. لكن لو انت مصور فيديو مسلا ستين في الثانية. فالتبطيق بتاعه هيبقى حلو جدا. عشان اوريك الفرق ما بين الاتنين. انا صورت فيديو هين نفس الفيديو بس بفريم ريت مختلف او بسرعات مختلفة يعني. فهنعمل له امبورت. الفيديو هين دول. اوكي. فعندنا الفيديو. ده. ده متصور ستين فريم في الثانية. وعندنا نفس الاكشن او نفس الفيديو. بس متصور اربعة وعشرين فريم في الثاني. جميل? فلو احنا هنبطق ده لمسلا النص خليه خمسين في المية. وجينا نتفرج عليه. هنلاقي اللي الحركة فيها سلاسة كده وحلوة. فيها سلاسة كده وجميلة ونشوف الديتيلز ونشايفين كل حاجة. لكن لو جينا نبطق الفيديو اللي هو او اربعة وعشرين فريم اصلا. للنص برضو. هنلاقي ان الفيديو تحس ان هو بيقطع او ان انت بدأت تشوف. فيها تقطيع كده مفهاش. الحركة مش سموث خالص. فيفضل لو انت ها تعمل تبطيق الفيديو انك تكون مصوره ستين على الاقل يعني ستين فريم في الثانية. تمام؟ كنا وضحنا موضوع الفريم ريت ده في بداية الفيديو خالص. جميل. الحاجة اللي احنا عايزين نوضحها بعد كده ان ازاي اثبت فيديو مهزوز. يعني مثلا الهنا لو لاحظت هتلاقي ان الكاميرا مهزوزة شوية. يعني في الفيديو الاولاني ده. حس النفاة شوية شوف حركة يعني فيها هزة حبتين. فازاي هنقدر نثبت فيديو مهزوز. اول حاجة لازم تختار الفيديو اللي انت عايز تطبق عليه الافكت ده او التأثير. اللي هو الجزء ده. كويس. بعدين هتروح للتأثيرات. فين التأثيرات? هتلاقيها على شمالك هنا في نفس البانل او نفس الويندو اللي فيها بتاعك هتلاقي افكتس. طب لو هين لو انت ما انت شايفها مسلا لو لو هي مسلا بعيدة عنك كده او انت ما انت شايفها هتلاقي عندك الساهمين دول تضغط عليهم افكتس. ده استاهمين دول معناهم ان في حاجة مستخبية هنا. كويس. بعدين هتروح للسرش وتكتب warp. هتلاقي عندك warp stabilizer. تم ضغط عليه وسحبه وتسيبه على الملف او الفيديو اللي انت عايز تعمله liked stability. هو طبعا بيعمل دلوقت analyzing للframe او ده. بيروح frame by frame او صورة صورة يثبتها. لو عايز تعرف ايه اللي بيحصل بالزبط هتطلع فوق هنا للافكت كنترولز هتلاقي ان الورب ستيبلايزور هنا شغال تلاقي ستين في المية سبعين في المية لحد ما يخلص يعني كل ما كان الفيديو اصغر كل ما كان الموضوع يبقى اسرع يعني بمعنى اصح. دلوقتي بيعمل ستيبلايزين خلص دلوقتي هو عمل ستيبلايزيشن للفيديو ده لو جينا نشغله هتلاقي ان ما فيش اي اهتزاز خالص. طب لو حبينا نلغي التأثير ده ونشوفه قبل التأثير ما يتطبق عليه هتروح على كلمة علامة اف اكس دي تضغط عليها هتلاقي ان في شرطة كده اتعملت معناها ان التأثير ده مختفي مؤقتا وجيت شغل هتلاقي ان فيه اهتزاز خدت بالك من الهتزاز لو جينا نشغله دلوقتي بتلاقي كده طبعا احسن بكتير تمام قائمة ديت من القوائم اللي انت هتحتاجها كتير جدا يعني فبعد شوية طبعا هتتعود على اماكن الحاجات ديت من كتر الاستخدام فما تقلقش خالص لو انا عايز ارجع للملفات بتاعتي او الميديا بتاعتي بقوم ضغط هنا اوكي لو هي كده مختفية معناها ان في لسه في بانيلز هنا ممكن اضغط عليها واجبها او ممكن ان انا اموسع البانيل دي كده فتظهر لي كل الميديا بتاعتي جميل جدا الخطوة اللي بعد كده ان احنا عايزين نتعلم ازاي نعمل scale up و scale down او ازاي نقبر ونصغر الفيديو ازاي نعمل rotation او دوران لو الفيديو ما يلحبتين يعني مسلا مسلا او عندنا الجزء ده انا عايز اميله يمين شوي هتروح على الافكتز كنترول لو كنت انت هنا مسلا هتروح على افكت كنترول ديت تضغط على الفيديو بتاعك هتلاقى ظهرت الخصائص ديت هتلاقي عندك فاحنا عايزين اللي هو الدوران هتلاقي هنا صفر لكن لو ضغطت وسحبت هتلاقي ان الفيديو بيلف معاك طب لو ضغطت وسحبت الناحية التانية هتلاقي بيلف معاك برضو طب انا برضو يعني عايز ايه الاففه حاجة بسيطة خالص كده مسلا درجة واحدة هتلاحز ان في حتة سودة ظهرت عندك انك لففت الفيديو طب لو لففت درجتين مسلا عشان موضوعي بان اكتر هتلاقي ان السواد ده بان بشكل اكبر علشان نتخلص من السواد ده هنعمل او كاينك بتزوم على الفيديو علشان تخفي الحتة السودة لية طب منين من الى هنا او مية في المية لو خلناها مسلا مية واتنين في المية برضو لسه ما زاليتش طيب مية وخمسة في المية يعني في حتة صغيرة خالص ايه طيب مية وستة في المية يا اعتقد دلوقتي احنا تخلصنا من السواد خالص فاحنا دلوقتي عملنا عملنا دوران وعملنا تزويم او كبرنا حجم الفيديو طيب في حتة هنا يعني مش عايزها تبانى انا عايز اتخلص من الحتة دي اعمل كمان شوية لحد ما تختفي يعني ممكن اضغط واسحب ممكن اضغط واسحب كده كده كويس جدا انا دلوقتي مبسوط جدا بالنتيجة دي لو عايز اشوف قبل وبعد يعني عايز اشوف قبل وبعد التأثير اللي انا عملته ده هتروح على الف اكس ديت تضغط يا الموضوع كان كده بقى كده كويس انا تعلمنا ازاي نعمل سكيل اب ان احنا نقدر حجم الفيديو او نعمل زوم نفس التأثير وتعلمنا ازاي نعمل لو الفيديو بتاعنا لافف حبتين نقدر نعدله برضو يمين او شمال البوزيشن يعني موضع الفيديو باننا عملنا زوم ان وعملنا سكيل اب فاحنا ممكن نحرك الفيديو لتحت والفوق دينا مساحة ان احنا نحرك فيها الفيديو تحت والفوق انا مسلا لو عايز احركه شوية كده انا دلوقتي حركت الفيديو لتحت حبتين يعني شوف ده قبل بعد قبل بعد فحاولت يعني تغير في الخصائص ديت وتشوف التأثير بتاعها بيبقى عامل ازاي اوكي الخطوة اللي بعد كده ان احنا عايزين نضيف كتابة على الموضوع ده عايزين نضيف كتابة على الفيديو ده الموضوع بيختلف لو انت في نسخة احدث من النسخة اللي هنشغل عليها هتلاقي في علامة التكست هنا لكن لو انت شغل على نفس النسخة او نسخة اقدم فهتبقى نفس الطريقة ايه هي الطريقة بقى انك ازاي تضيف كتابة هتروح للقائمة اللي فوق ديت وتضغط على title new title default style. اوكي title name مش مهم اي حاجة يعني. يعني مسلا عايزين نكتب هتلاقي ان الويندوز ظهرت عندك والماوس تتحول لادات كتابة بتضغط في اي مكان وتكتب مسلا this is the country سايت. هذا هو الريف مسلا او حاجة زي كده. نفس الحاجات اللي انت تقدر بتعدل علاها على التكست مسلا زي انك تغير الفونت بتاع التكست بتاعتك. control ايه? علشان اختر كل التكست. بعدين نغير الفونت من هنا مسلا حاجة زي دي. جميل. اه ممكن نغيره مسلا حاجة زي كده او كده. تغير لون الكتابة. نقلر على اليمين هنا. الخصائص كتيرة جدا جدا جدا. انا مسلا ممكن نخليها something like. ازرقه زي دي كده. مش باينة شويتين. نقل نغير اللون بتاعها لي حاجة. كده مسلا. يعني بمعنى اصح. بتغير مكانها. او ممكن نجيبها على اليمين هنا. ونخلي مسلا لونها ابيض. طبعا بتتغير ما بين الادوات من الادوات دي اداة الكتابة اللي هي T حرف T اختصار لتكست يعني. control A علشان اختار الكتابة كلها. روح لل color خليها بيضة مسلا. اوكي. كويس جدا. زهرة عندي هي. this is the countryside. حلو. اا مش هنطعمك في الحاجات دي لانه خصائص كتيرة جدا جدا. بس يعني انت مش محتاج اكتر من كده انك تكتب الكتابة وبعدين بتقفل. طيب مفيش حاجة زهرت عندي. هو الموجود لكن لسه هنا علشان تخليه يزهر عندك بتقوم ضاغط وساحت. كالعادة. هتلاقي زهر عندك هنا هو. طب ونفترض ان انا عايز احركه يعني لتحت شوية. بختاره. بضغط عليه. هتلاقي في اللي هو المكان ده الاكس وده الواي او ده يمين وشمال وده تحت وفوق. لو حركته كده هتلاقي بيتحرك معك. انا مسلا كده وعايزه شمال سيكة يعني ضغط وساحب. يا جميل جدا. كويس. طبعا طبعا ما تنساش كل شوية تضغط او بمعنى اصح. لان يعني الموضوع ده مهم جدا 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 علشان بس ما تشتغلش في مشروع او بروجيكت والنور يقطع عليك او الكمبيوتر يهنج والمجهود كله يضيع. فإيه دك على كنترول اس كل مثلا دقيقة كده كنترول اس كنترول اس. هتتعود مع الوقت. وساعة ما تحصل لك يعني فاجعة انك تشتغل على بروجيكت وتنسى والنور يقطع او الكمبيوتر يفصل هتتعود. فيعني نصيحة من دلوقتي تعود على كنترول اس على طول. جينا دلوقتي للتلوين عايزين نلون الفيديو. يعني الفيديو ده حلو و جميل وكل حاجة بس انا عايز اضيف له كده الوان وعايز ويبقى شكله احسن واللي اغضر كده يبقى اغضر مشبع او الكلام ده كله. دلوقتي يعني هنتعرض لحاجة اسمها الادجستمنت لاير. الادجستمنت لاير. او يعني عشان نشرح الادجستمنت لاير فهنضطر نروح نشرحها بره. اوكي جايز هنشرح دلوقتي الادجستمنت لاير. يعني خليك معايا الموضوع لزيز جدا وبسيط جدا جدا. لو نفترض مثلا ان احنا عندنا الفيديو بتاعنا ده الفريم بتاعنا وفيه شخص واقفة وديت ارض خضرة وديت سماء زرقه وديت الشمس بتاعتنا. اوكي? لو عايزين نعدل على الالوان بتاع الفيديو ده عايزين مثلا نزود او درجة التشابه بتاع الاخضر فبنعمل كده في البرنامج طبعا يعني. ولو عايزين برضو نزود الزرق بتاع السماء بنقوم مزودين التشابه بتاع اللون الازرق. والشمس كذلك برضو ممكن اديها تنت حمره شوية مع شوية اصفر. حسس ان انا في حصة الوان بتاعي تبتدائي. اوكي? ده دلوقتي انت عدلت على الفيديو مباشرة. في البرنامج طبعا ممكن تقدر تتحكم في درجات التعديل ده وترجع تعدل عليها والكلام ده كله. لكن الموضوع بيبقى صعب. لو انت عندك يعني فيديوهات كتيرة او فوتج او كليبات كتيرة جنب بعضها فهزطر لو عايز تعمل نفس التعديل ده. اما انك تروح على كل فيديو منفرد وتعمل عليه التعديل او انك تعمل كابي للتعديلات ديت وتطبقها على كل الفيديوهات. دائما وابدا الناس المحترفين بيرجحهم انك تستخدم adjustment layer. ايه هي بقى يا سيد ال adjustment layer? انا افترض ان احنا خلاص انتهينا من الورقة ديات. وعندنا برضو نفس الفريم بتاعنا. ونفس الشخص الجميل اللي واقف. وفيه ارض خضرة وفيه سمى زرقه وفيه شمس هنا. كويس. عايز بقى اعدل على الموضوع ده. بقوم عامل بكارية او بعمل create new adjustment layer. ال adjustment layer هنمثلها بالشفاف ده. انك حاجة ما هي ما بتأثرش على اي حاجة من الفيديو. هي حاجة مختفية تماما. لكن بتقدر تطبق عليها التأثيرات. والتأثيرات دي بيتطبق على كل الحاجات اللي تحتها. واخد بالك. يعني مثلا لو انا عايز ازود برضو الاخدر بتاع الارض. بقوم عامل الاخدر هنا كده على adjustment layer دي. طب لو عايز ازبط الازرق بتاع السماء كذلك برضو بقوم ازبط الازرق بتاع السماء كل ده على adjustment layer. طيب لو عايز ازبط الاحمر بتاع الشمس كذلك برضو على adjustment layer بقوم ازبط الاحمر والاصفر والكلام ده كله. حلاوة الموضوع او روعة adjustment layer ان ان انت لو عندك كام فيديو واخبالك تحت البتاع ديت هي بتطبق على كل الفيديوهات اللي تحت يعني مثلا هنا الفيديو من غير اي وكده طبقت على دي وتقدر طبعا تعدل فيها مثلا اخفف الازرق شوية او اخفف الاخضر شوية او اخل ازود الاصفر حبتين وكل ده من غير ما تأثر على الفيديو الاصلي بتاعك يعني ده بكل بساطة يعني بكل اختصار شرح تقدر تخفيها فتشوف الفيديو قبل وبعد بكل سهولة سوري راح بعيد شوية فده مبدأ الادجسمنت لير واي فيديو تحت الادجسمنت لير دي بيتطبق عليها نفس التأثيرات خلينا هنروح للفيديو ونكمل شرح ونطبق الادجسمنت لير على الفيديوهات بتاعتنا بعد ما شرحنا الادجسمنت لير فازاي نكرييت ادجسمنت لير هنروح لنفس البانل بتاعت الميديا بتاعتنا كليك يمين نيو ايتم وبعدين ادجسمنت لير اوكي بعدين بنقوم سحبين الادجسمنت لير حطينها فوق الفيديو بتاعنا وبعدين بنقوم ضغطين وسحبين كده عشان تبقى طول الفيديو كله وبعدين مسلا هنروح على الحتة ديت من الصورة انا عايز ازبط الالوان على الفريم ده بعدين اضغط على الادجسمنت لير عشان افعلها واخليها هي النشطة واخلي التأثير يتخزن عليها ويتطبق على كل الحاجات اللي تحتها زي ما شرحنا بعدين هنروح على color فوق هنا عندين هنا بانل بانلز طويلة كده هنروح على color كنا شرحنا موضوع color correction ده قبل كده بس يعني الشيء بشيء اسكر نعيده تاني هتمشيهم واحدة واحدة لو لاحظت هتلاقي فيه واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اه ستة ستة خيارات تقدر تعدل فيهم كل واحدة يعني when basic correction يعني التعديلات الاساسية او التصحيحات الاساسية فهنا بغير ال white balance لو عايز الصورة warm او يعني دافية شوية ممكن اسحب الموضوع ده يمين حابتين هتلاقي ان الصورة كده تحس انها بقت صيفي قوي طيب لو لو جبتها شمال شوية تحس انها بقت شتوي وكئيبة حابتين فمثلا احنا عايزين هتبقى صيفي شويتين فهنزود temperature او الدرجة حرارة الصورة وكذلك التنت برضو ممكن لو سحبتها شمال شوية الصورة تبقى مخدرة زي ما انت شايف لو سحبتها يمين الصورة يبقى فيها الماجنتا اكتر نخليها مثلا طبعا الموضوع ده كله بيرجعلك اولا واخيرا يعني بعدين الاكسبوجر لو انا زودت الاكسبوجر هتحس ان الصورة بتفتح او التفاصيل بتنور اكتر لو قللت هتحس ان الصورة بتضلم والتفاصيل بتختفي كويس فمثلا هنخليها بلاس واحد هنزود الاكسبوجر شوية التباين معظم المصطلحات دي هتملهاش مثلا شرحة او ترجمة شافية لكن افضل مثال هو ان انا لو قللت خالص هتلاقي ان الصورة تحس انها او التفاصيل اللي فيها تحس انها ممسوحة او اتغسلت فما فياش اي تفاصيل لكن لو زودت تحس ان الالوان كده بدأت تبان اكتر طبعا الحاجات اللي بقية دي هتحاول انت يعني تلعب فيها كده او تقلب فيها وتشوف هي بتعمل ايه جميل ده بعد ما بتخلص بتقوم ضغط عليه بيتسحب عشان يسيب لك مساحة بتشتغل فيها عايز تشوفوا الصورة قبل وبعد التأثير ده علامة الصح دي كده قبل بعد قبل بعد طبعا بعد احسن من كل تأكيد ديت برضو من اهم الخطوات اللي بتعمل فيها تعدل فيها على الفيديو بتاعك وممكن ايه الكرييتف بقى في حاجة اسمها لوكس او او لاتس اللاتس ديت هي حاجات معدة مسبقا تقدر تطبقها على الفيديو بتاعك وعايز تقلب فيهم عندك زرارين يمين وشمال بتقعد تقلب تضغط فبتلاقي التأثير التطبق تضغط تاني تأثير اللي بعده تأثير اللي بعده كل لوك دول يعني بيختلف عن اللوك اللي قبله وتقدر تتحكم في كسافة التأثير ده من هنا يعني انا ثانيا نقلب كده لحد ما فيه لوك يعجبنا من اللوكس ديت ولنفترض مسلا عايزين نطبق اللوك ده مسلا مسلا هتلاقي ان علامة اليد ديت ظهرت قدامه تضغط عليه هتلاقي ان اللوك تطبق هنا طب انا عايز اقل من كسافة اللوك بقلت كده هتلاقي برضو الكسافة قلت هنا شويتين عايز ازودها هتلاقي ان الموضوع بان قوي هنا طيب في حاجة برضو انك ممكن تنزل لوكس او لاتس ويتعمل لها امبورت زي براوز من هنا ممكن انا عندي مسلا لات لاتس حاجة زي ده تأثير زي زي ده كده كويس بقى قلل مسلا درجة التأثير بتاعته بالشكل ده وبعدين فيدت فيلم بيديو لك تأثير الفيلمك الحدة بتاع الفيديو او الصورة يعني طبعا يعني عشان بس ما نزودش وقت الفيديو انا هحاول امره سريعا على الموضوع ده الكيرفز اللي انت بتعمله بتعمل اس كيرف تقوم رافع ديل فوق كده ونزل ليل تحت كده هو ده يعني 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 كده قبل بعد يعني ممكن الفيديو ما يكونش موضح الموضوع قوي لكن هو بيزبط الصورة كويس جميل طيب عايزين نتفرج على الفيديو بقى بعد ما عملنا الكلام ده كله طبعا في لسه color wheels وفي شوية حاجات كده بس يعني ممكن نبقى نتطرق لها بعدين انت كده زي الفل دلوقتي يعني ما انك لو انت وصلت لحد النقطة دية قدرت انك تقطع وفهمت ويعني قدرت انك تضيف title او تضيف عنوان او كلام للصورة وعرفت scale up و scale down و rotation وكلام ده فانت يعني قطعت تسعين في المية من المشوار اللي بقى كله حاجات بسيطة color correction دول يعني ممكن نبقى نعمل لها فيديو مستقل نشرح بيها الometry color بس فهنروح كده على الفيديو ونشغله طبعا لما بتعمل color correction الفيديو او البلايباك الفيديو لما بيجي يشتغل بيبقى بيقطع او بيتأخر على حسب برضو امكانيات الكمبيوتر بتاعك لو عايزين نشوفوا الصورة قبل وبعد التأثير ده عايزين نخفي ال adjustment layer هتلاقي جنبها علامة العين دي لو ضغطت عليها هتلاقي ده قبل بعد قبل بعد جميل لو شغلنا يعني اعتقد واو يعني هنا الاخضر جميل جدا يعني لو شوفنا قبل وبعد يه جميل جدا طبعا احنا ممكن نعدل على كل فيديو بحد ذات يعني مثلا عندنا الفيديو ده غامق شوية هو الفيديو اللي قبله دول غامقين ممكن نفتحهم بشكل مستقل بس يعني ان شاء الله نبقى نسترقل الحاجات دي في فيديو قادم الحاجة الاخيرة اللي عايزين نعملها او عايزين نتعلمها هي ازاي افصل الصوت عن الفيديو يعني انا دلوقتي عندي الاصوات ده انا عايز اشيلها وعايز احط مكانها حاجة فالطريقة انك بتضغط كليك يمين هتلاقي ان ده الصوت ده الفيديو وده الصوت تختار الصوت وتعمله كذلك هنا كليك يمين تختار الصوت وتعمله كلهم مختارين الكلام ده كله كده على بعضه نختار الصوت كله ونعمله وبعدين هنعمل لملف صوت من عندنا طبعا علشان نعمل بنقوم ضغطين في المكان ده طب مفيش مكان اضغط فيه دابل كليك بتروح لفايل امبورت وبعدين مثلا الملف ده وبعدين بتقوم ضغط وساحب طبعا طول الملف الصوتي اكبر من الفيديو فبروح عند اخر نقطة في الفيديو وبعدين بقطع الملف الصوت ده بحرف بعلامة بختارها وبعدين بقوم قاطع بعدين بختار سليكشن تول اختار الحتة ديات وامعمل لها ديليت فلو جيت اشغل دلوقتي يعني مش مش هكامل الفيديو علشان يعني ايه اختصارا للوقت بس ديات اطريقة انك ازاي تقدر تستبدل الصوت اللي في الفيديو عندك بفويس او او بملف صوتي تاني طبعا دي مش افضل نتيجة او مش افضل حاجة يعني في الكلور كوريكشن لكن اه يعني دي حاجة كده على السريع اتمنى ان انا كون وضحت الموضوع ده بشكل بسيط وما كونش طولت زيادة عن اللزوم اخر خطوة معانا ان احنا نعمل اكسبورت للفيديو ده عايزين بقى خلاص انا عملت color correction وعملت تقطيع والكلام ده كله عايز بقى اخد الفيديو ده بطلعه بره اصداره بمعنى صح عشان اقدر اعمل له upload على فيميو او على يوتيوب بروح لفايل اكسبورت ميديا اتظهر لك الويندو الجميلة ديت اتأكد ان انت تختار H264 في الفورمات بتضغط على output name علشان برضو تحدد انت عايز تسايف الملاف ده فين فمسلا بالنسبة لي اقول له علام على الديسكتوب بعدين اقول له save يعني ممكن تغير اسمه طبعا زي ما انت عايز بعدين هترجع بقى لل basic video settings هتخلي الbitrate لو انت هترفعه ليوتيوب يعني مثلا ستة والماكسموم bitrate مثلا سبعة لو انت عندك سرعة الانترنت عالية وعايز اكبر جودة ممكنة ممكن تخلي ديات عشرة وديات اتناشر مسلا بس يعني ايه ان انت رافع حاجة زي دي على اليوتيوب فستة وسبعة ان شايف انهم decent اوي او كويسين جدا بعد ما تخلص الbitrate او ما تعدل الbitrate ما تعدلش اي حاجة ثاني خالص بعدين بتضغط export هتلاقي بيعمل export هنا طبعا سرعة ال export بيعتمد على امكانيات الجهاز بتاعك على ال hard بتاعك ssd ولا hdd وعادة الرامات عندك قد ايه بعد ما تخلص ال exporting هتلاقي ان الفايل او الملف في المكان اللي انت حفظت فيه تقدر تتفرج عليه وتقدر ترفعه على اليوتيوب او على مفيمي او الكلام ده كله حسنًا شكرا